الو يا حبيبتي يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة رمضان كريم يا حبيبتي الله اكرم الله اكرم وانت طيبة بالصحة والسلامة ان شاء الله ان شاء الله بتمنى لك انك السنة الجاية تكون في بيت جوزك ان شاء الله بتمنى امنية يعني ان شاء الله دي دعوة كل سنة ولازم ادعيها لك يمكن ولا حاجة ان شاء الله يا حبيبتي ده يكون اخر رمضان لك في بيت اهلك إن شاء الله إن شاء الله بصي بس عايزكي بس في البداية بما إننا لسه أول رمضان توصلي لأصحابنا كلهم كلهم إن أنا هعتذرهم الشهر ده كأنني هسافر بقى أي كاني مسافرة آه عشان بصراحة أنا مش عايزة أكلمهم لقي راضيا لما بكلمهم بلاقي عصبي توترت وضغطي ارتفع وبشتمهم فأنا مش عايزة مش عايزة أكلمهم آه آه أنا عايزة أخذ السواب كامل وبعد رمضان نبقى نتكلم برحد آه حتى بعد الفطار نتكلم برضو بالاحترام والزور عشان أنا أنا آه لا 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 أنا هصوم الشهر ده آه بعيدا عنهم لأن كلهم مساوي بلغيهم كده قولينهم إن شاء الله نتواصل ونشتم بعد برحتنا بعد رمضان بس ياريت يبعدوا عني ياريت آه معانيش لأ مش بستاش ياخ بس يعني ربنا حرام ربنا يهديني إنت عايزين مني إيه آه سيبونا توب بقى آه آه في العيد بقى إن شاء الله نتقابل آه خلاص آه أهم حاجة توصل لهم الرسالة دي أمانة خلاص خلاص وانت طيبة ما تكلمنيش برضو انت كمان ما انت من ضمنهم آه أنا بعيد عليك بس كده عشان انت البست لكن غير كده ما آه أكلمك إن شاء الله في آخر صحور في رمضان إن شاء الله نتكلم بها برحت يلا يلا أشوفك بخير وأستودعكم الله مع السلامة يا حبيبتي مع السلامة شكرا لكم